أجرت مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم لقاءا خاصا مع نائب رئيسي بنك الاستثمار الأوروبي جيلوسومينا في جيلوتتي وذلك على هامشي فعاليات مؤتمر المناخ كاب 27 بشار مشيخ مشاهدين الكرام مازلنا في هذه المتابعة الحية والمباشرة لما يدور داخل أرواقة المنطقة الخضراء في إطار هذه القمة المناخ ويكون لنا هذا اللقاء مع جيلوسومينا فيلوتي وهي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أولا سعداء بوجودك معنا على قناة الأولى المصرية أخبرنا أكثر عن مشاركتكم في مؤتمر الأطراف بشار مشيخ أشكرا لوجودي معكم في هذا اللقاء وأنا واحدة من نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وهي بنك المناخ الأوروبي وأسعداء أن نكون معكم هنا في هذا اللقاء المهم وفي هذا المؤتمر المهم ورئيس البنك كان متواجد في المؤتمر من أول يوم وآن أكثر من مدير ومسؤول موجود في هذه المناقشات ذات العلاقة بتغير المناخ ونحن واحدة المؤسسات الكبرى إن لم نكن أكبرها عالميا مهتمون بتغير المناخ وأيضا نحن واحدة من المؤسسات المالية المستثمرة في المناخ ونحن ربما نكون الأكبر في المنطقة ونستمر في ميسر بقربة مليار سنويا ونحن فخورين بوجودنا هنا ودعمنا لهذه التحديات الكبيرة والتغلب عليها عالميا فيما تعلق باستراتيجية تمويل للدول التي تعاني من تغير المناخ خاصة في ظل السنوات القليلة الماضية نعم نحن اعتمدنا استراتيجية أكثر طموحة خاصة بعد اتفاقية الخضراء للأمم المتاحة للتحاد الأوروبي كانت هناك كثير من القرارات لحشد 100 تريليون يورو في المشروعات المتعلقة بالتغير المناخ والتي ستتم حتى عقضون العشرين ثلاثين ونمول على الأقل من 30% من مشروعاتنا متعلقة بالتغير المناخ ليست فقط من التخفيف ولكن أيضا التكيف وأيضا التلسس مار في الطاقة الجديدة والمتجددة والتغلب على بعض الآزمات التي تواجه العالم ولا نريد أن نستثمر أكثر في التكيف التي خاصة يعاني منها الناس في بعض الدول العربية المتأثرة بالتغير المناخ ونحن نحاول أن نساعدهم في التكيف مع هذه التغيرات والتي لها أثار وخيمة وكبيرة نحن هنا لدينا هداف واضحة أن نصل إلى استثمارات بنسبة 50% من أنشطتنا ستكون منصبة ومتركزة على التكيف لأننا نتمنى أن نكون مؤتمر شهرم الشيخ أن يكون أكثر فاعلية هنا وشكرا لوجودكم معنا مشاهدين الكرام كانت هذه تغطية لأحد النقاشات والمحادثات التي تدور هنا داخل أروقة المنطقة الزرقاء بالتوازي مع ما يتم في الشقاء الرئاسي والحكومي بالقاعات الرئيسية اشتركوا في القناة